عقد وزير الدفاع الأمير خالد ابن سلمان ابن عبد العزيز وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون جلسة مباحثات رسمية في مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن وذلك في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة استعرض الجانبان خلال المباحثات علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجال العسكري والدفاعي وسبول تعزيزها وتطويرها ودور البلدين الريادي إقليميا ودوليا في تحقيق السلم والأمن الدوليين كما بحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشانها ورؤية البلدين في حفظ الأمن ودعم الاستقرار بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك